بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنانا وأبنتنا طلبات وطلبات قسم تشغيل المعادن أهلا ومرحبا بكم وبرنامجكم في بيتنا مدرسة وارجعت لكم تاني ممدة التفريز والتجليخ في الحلقات اللي فاتت كنا خدنا الفريزة الأفقية العامة وخدنا ماكينة الهب وخدنا يعني ايه تجليخ ويعني ايه حجر تجليخ وعرفنا حجر التجليخ ده بيتكون من ايه من المادة الحكة ومن المادة الرابطة وعرفنا ان عمليات التجليخ التجليخ اللي بيتم بمحيط الحجر والتجليخ اللي بيتم بواجه الحجر عرفنا ان عمليات التجليخ دي الهدف منها ان انا اوصل بالابعاد بتاعة المشغولات اللي اتعملت على ماكينات التشغيل العادية اوصل بجودة الاسطح وبالابعاد للجودة المطلوبة وبالابعاد المطلوبة لان انا بشيل عمق قطع قليل وده حسب ايه حضر التجليخ اللي انا بستخدمه وعرفنا كمان ان انا وانا اعمل عمليات التجليخ ممكن عمليات التجليخ دي تكون لسن او شحز العدد القاطعة طب انا دلوقتي النهاردة جايين بايه جايين بحاجات مهمة جدا وهي ماكينات التجليخ ماكينات التجليخ اولاد هي الماكينات اللي هعمل بها عمليات تجليخ للمشغولات او الماكينات اللي هستخدمها في سن العدد القاطعة يبقى أنا مكينات التجليخ ممكن تكون مكينات عشان أعمل عملية تجليخ للمشغولات ومكينات تانية علشان أعمل إيه علشان أعمل عملية سن للعدد القاطع طيب أول حاجة عايزك تخلي بالك منها أنا من ضمن المشغولات اللي أنا بعمل لها عمليات تجليخ المشغولات دي ممكن تكون مشغوليات استوانية يعني مثلا لو أنا عندي دلوقت دي مشغولة ودي استوانية يعني مقطحة دائري وأنا عايزة أعمل لها عملية تجليخ أعمل لها عملية تجليخ إزاي حاجيب حجر التجليخ اللي هو الاستواني تمام وحجر التجليخ ده حيكون بيلف حوالين نفسه والشغلة كمان حيكون بتلف حوالين نفسها وحجر التجليخ وهو بيلف حد أخد له حركة التغذية بتاعته تغذية عرضية تمام كده طيب أنا دلوقتي وحجر التجليخ ده بيلف والشغلة بتلف حعمل تغذية عرضية يبقى أنا عملت عملية تجليخ بس خلي بالك أن أنا لما عملت التغذية العرضية دي عملتها لأن الحجر بيلف والشغلة كمان بتلف طيب افرد أنا مش عايز الشغلة دي تلف يبقى حجر التجليخ بيلف حوالين نفسه زائد أنه حيلف حوالين محور الشغلة زائد أنه حيلف حوالين محور محور الشغلة يبقى أنا عندي طريقتين الطريقة الأولى إن أنا الشغلة تلف والحجر يلف بس أعمل تغزية عرضية والطريقة الثانية إن الشغلة تكون ثابتة والحجر حيلف حوالين نفسه ويلف حوالين الشغلة كمان ويتحرك التغزية العرضية عشان يعمل تجليخ بطول الحجر طب ده كان تجليخ استواني من الخارج افرد أنا كنت عايزة أعمل تجليخ استواني من الداخل يعني الشغلة بتاعتي متقوبة اه يبقى انا هجيب حجر التجليخ بتاعي وحجر التجليخ ده الشغلة بتلف وحجر التجليخ كمان بيلف ويبدأ ايه حجر بيلف حوالين نفسه والشغلة كمان بتلف وابدأ اديله التغذية طيب الشغلة بتلف يبقى انا ده بيلف ويتحرك حركة دورانية حركة التغذية بس لا ده لو الشغلة سبتة الحجر كمان حيلف حوالين نفسه وبيلف في محيط الشغلة من الداخل وبياخد كمان طريقة التغذية تعال نشوف مع بعض كده احنا هنتمم العمليات دي ازاي ونشوف العوامل الواجب مراعطها والشروط اللي موجود نبص كده مع بعض مكينات التجليخ مكينات التجليخ ودي مكينات هستخدمها مثلا اول مكينة منها في عملية ان انا اعمل تجليخ سطح استواني والسطح الاستواني ده هيبقى من الخارج خلي بالك ان ده ممكن يحصل زي ما انا قلت لك بطريقتين في الطريقة الاولى بيدور حجر الجلخ ده حول محوره حركة دورانية يعني الحجر ده بيلف حوالين نفسه حوالين المحور ده وايضا يدور حول محيط الشغلة يعني عمل بيلف كمان حوالين الشغلة يبقى هو بيلف حوالين نفسه حوالين الشغلة وطبعا حيتم نراح مع الاسهم دي ذهابا وايابا عشان يعمل عملية تجليخ هنا كلها طيب انا لو الشغلة ده الكلام ده لو الشغلة سابتة طب لو الشغلة بتتحرك يبقى في الطريقة التانية دي هي زي الطريقة الاولى بس الشغلة بتلف حوالين نفسها يبقى عندي هنا تغذية الشغلة بتلف حوالين نفسها والحجر بيلف حوالين نفسه وانا هعمل تغذية عرضية رايح ايه رايح جاي طب تعال كده ده كان استواني خارجي تعال نروح نشوف لو انا بعمله استواني داخلي يعني الشغلة متقوبة من الداخل نفس الحكاية الطريقة الاولى ان انا الشغلة بتاعتي بتتثبت الشغلة في الغراب السابت والغراب المتحرك ولا تدور الشغلة هنا ثبتة انما الحجر بيدور حوالين المحور بتاعه ده وبيدور كمان جوه الشغلة وبيدور كمان جوه الايه الشغلة يبقى الحجر بيدور حوالين محوره وبيدور كمان جوه الشغلة وبعدين بإيه بيتحرك ذهابا وإيابا يبقى دي طريقة أولى يبقى أكيد الطريقة التانية حيكون إزاي أيوة يبقى أنا على طول الطريقة التانية حيكون عندي الشغلة بتاعتي بالدور حقا لأنسان محوره بس وبعدين يبدأ يتحرك ذهابا وإيابا اللي هي حركة إيه حركة التغذية طيب تعالى كده أنا عندي مكينة اسمها مكينة التجليخ اللي ستوان المكينة دي مكينة التجليخ اللي ستواني من الخارج المكينة دي بتستخدم بغرض إيه إن أنا أعمل عملية تجليخ للأسطح اللي ستوانية من الخارج زي الأعمدة بجميع أبعادها والبنوز والكرنكات والأسطح المسلوبة يبقى دي الوظيفة بتاعتها إنها تعمل عملية تجليخ للأسطح اللي ستواني وبيوجد منها نوعان هما مكينة التجليخ البسيطة ومكينة التجليخ العامة ماكينة التجريخ البسيطة دي هما الاتنين نظريتهم واحدة ان انا المشغولة بتتسبت ما بين زمبتين والمشغولة تبقى بتلف وانا كمان الحجر بتاعي كمان بيلف طب تعال نشوف كده الماكينة البسيطة دي شكلها ايه الماكينة البسيطة دي زي ما انت شايف كده ده عندي المحرك وده غراب بنقول عليه غراب ثابت واللي ده اللي انا بثبت ما بين المحرك وما بين الغراب الثابت ما بين زمبتين هنا بثبت ما بينهم الشغلة كده الشغلة بتاخد حركة من المطور وبعد اما بتاخد الحركة من المطور عندي بيبدأ عندي هنا الحجر بتاعي بيتحرك مع السير يبقى هنا الحجر ملامس للشغلة فالتنين كده بيتحركوا وبيحتاجوا مع بعض فتحصل عملية التجليخ للمشغول يبقى هنا دلوقتي عندي حسبة الشغلة ما بين زومبتين ويكون بتدور الشغلة مع المحرك الكهرابي وبتكون السرعة بتتراوح ما بين 20 و 35 متر لكل دقيقة بينما بيدور حجر التجليخ بسرعة 2000 متر لكل دقيقة يعني سرعة الحجر أعلى بكتير وطبعا هنا عندي الحجر متصل بمحرك عن طريق محرك آخر بسيور علشان ده ياخد سرعة لوحده وده ياخد سرعة لوحده طب تعال نشوف ماكينة تانية وهي ماكينة التجليخ العامة ودي للتجليخ الخارجي عندي هنا الأجزاء بتاعتي نمرة واحد اللي هي القاعدة نمرة اتنين يد التحريك العربة العربة دي اللي هتاخد حجر التجليخ خلي بالك حجر التجليخ هنا متصل بمحرك والمحرك ده كله متركب أو محطوط على العربة اللي اليد دي بتاعتها هتبدأ تاخدها يمينا وإيه يمينا ويسارا نمرة ثلاثة مفتاح الإدارة بتاعي اللي بيعمل عملية التشكيل نمرة اربعة العربة اللي هي حملة لكل الأجزاء نمرة خمسة محرك كهربي المحرك ده اللي هيدي الحركة هنا للشغلة نمرة ستة الغراب السابت اللي أنا هعمل بيه عملية التسبيت اللي هو هيسند الشغلة وياخد الحركة نمرة سبعة يد التحكم في مشوار العربة نمرة تمانية زراع تسبيت الغراب ده غراب اللي أنا حسنت بيه الشغلة مع الغراب المتحرك اللي متصل بالمحرك نمرة تسعة الغراب المتحرك طبعا ده كان غراب متحرك ودي اليد اللي حتثبت الغراب بتاعي بعد ما أعمل عملية السند نمرة عشرة حاجزين والحاجزين دول اللي هو الحاجز ده والحاجز ده علشان بعد ما أخلص عملية التجليخ في نهاية المشوار يعمل عندي عملية استضام وبعد الاستضام يعمل توقف لنهاية المشوار يبقى انا عرفت ايه الفرق ما بين المكانة البسيطة ومكينة التجليخ العامة المكانة التجليخ البسيطة يدوبك وكل الحكاية ان انا حيبقى عندي الغراب السابت والغراب المتحرك هم اللي بيحركوا الشغلة وعندي بعد كده سيور بتنقل الحركة لحجر التجليخ وحجر التجليخ ده هو اللي حيعمل عملية التجليخ انما في المكينة العامة ودي حيبقى عندي بقى زيادة ان فيه فرش للمكينة وعليها عربة والعربة دي هي اللي حتحرك بقية الايه الاجزاء طيب تعالوا مع بعض كده نشوف حنعمل ايه تاني في عمليات التجليخ نبص كده مع بعض كيفية تشغيل العربة العربة بتاعة مكينة التجليخ ممكن اعمل لها عملية تحريك والتحريك ده يكون يدويا او يكون آليا طيب تعالوا بص كده معايا الطريقة الاولى ودي طريقة يدوية انا هنا في الطريقة اليدوية عندي الطارة دي الطارة دي لو انا لفتها هي هتحرك العمود ده اللي هو عين واحد وبعدين لما عين واحد ده هيدور انا عندي هنا مجموعة تروس يبقى انا هنا الترس سين واحد ده هيدور معا الترس سين اتنين هيدور سين اتنين ده لما هيدور حيدور العمود ده اللي هو عين اتنين وبالتالي حنقل الحركة هنا للترس سين سبعة اللي عن طريق سين سبعة ده حيتحرك مع الجريدة المسننة يبقى حيديني حركة العربة يمينا ويسارا يبقى انا دلوقتي حقولي ان انا عندي مجموعة تروس اللي هي الترس واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وعندي الاعمدة اللي هو العمود عين واحد وعندي العمود اللي اسمه عين اتنين والقوابد عندي كاف واحد وكاف اتنين القوابد دي عشان انا هستخدمها بطريقة تانية او هستخدمها في عمل تاني وعندي كمان الجريدة المسننة والجريدة المسننة طبعا علشان لما اخذ الحركة الدائرية من الترس تتحرك معي حركة ايه حركة طولية لما تتعشق مع الترس سين سبعة طب تعالى كده الطريقة اليدوية هتبقى ازاي يبقى انا دلوقتي هتنتقل الحركة من اليد اللي اسمها هيه واحد المسبتة على العمود عين واحد يبقى انا عندي مجموعة التروس واحد واثنين وتلاتة واربعة وخمسة هتنتقل اليوم الحركة عن طريق كمان العمود الداخلي والمسبت على القابض كاف واحد وكاف ايه اتنين اللي هيكون حر الحركة يبقى انا اول ملف اليد دي والحركة هنا هتوصل تبقى حركة دائرية على العمود عين اتنين لو انا هنا وصلت القابض الحركة بتاعتي هتوصل للترس بتاعي اللي هو سين سبعة وبالتالي هتنتقل الي الجريدة المسنن طب انا دلوقتي الحركة اللي انا شرحتها دلوقت هي عبارة عن حركة يدوية عبارة عن حركة ايه حركة يدوية الحركة اليدوية دي دلوقتي عن طريق ان انا حلف اليد دي بايدي فحتحرك التروس دي اللي متعشقة مع بعض وتنقل الحركة للعمود عين اتنين لو انا عشقت القابض ده يبقى حيوصل للحركة لسين سبعة اللي هتحرك الجريدة المسنن طب دلوقتي ديك هتحرك بايدي لو انا عايزة حركة حركة اوتوماتيكية يعمل ايه اه بص معايا كده بقى في الحركة الاوتوماتيكية هنا انا هشتغل عن طريق حركة هيدروليكية يعني هعمل عملية ضخة للزيت بص كده ده خزان زيت ودي مضخة المضخة دي بتسحب الزيت من الخزان وبعدين المضخة دي مثلا تضخ الزيت في الاتجاه ده فالمكان ده او الحيز ده يتملأ بالزيت فالمكبس يتحرك يمين فياخد العربة كلها ناحية الايه اليمين بس انا الحربة دي حتى انها ماشية كده محدش هيوقفها لا اللي هيوقفها طبعا الساند ده اول ما العربة دي هتتحرك انا حطت الساند ده اللي هو رقم خمسة والساند رقم سبعة دي كتل بتحدد بداية ونهاية المشوار يبقى العربة وهي بتتحرك في الاتجاه كده انا حيتليمين هتخبط هنا في الزراع اللي هو الزراع اربعة ده الساند بتاع كتلة النهاية هيخبط في الزراع اربعة يوم يشد المكبس يبقى انا بدل ما بخلي الزيت طالع في الناحية اليسرة المكبس ده هيتحرك هنا يخلي الزيت يتحرك في الناحية اليومنا يوم يعكس اتجاه لايه الحرك تعال نعرف نشوف الاجزاء رقم واحد اللي هو الخزان رقم اتنين دي المدخة رقم تلاتة ده سمام خانق رقم اربعة دي رفعة الرفعة بتاعتي اللي بتحرك المكبس بتاعي وتغير اتجاهه رقم تمانية اللي هو استوانة رقم تمانية دي اللي هي الاستوانة دي كلها ورقم تسعة هو المكبس اللي جواها رقم عشرة استوانة ذات مكبسين المكبسين دول علشان اخد الزيت من على يمين او شمال واحد فيهم وخمسة وسبعة او سبعة وخمسة اللي هي الصدادات اللي انا بابقى رابطها يعني الصدادة دي والصدادة دي انا بزبطها على بداية ونهاية المشوار ورقم ستة هي العربة بتاعتي اللي هتبقى شايلة بقى الأجزاء تعال نشوف مع بعض هي ازاي بتشتغل فأنا هقول إن الزيت بيندفع من الخزان واحد عن طريق المضخة اتنين المضخة هتسحب الزيت من الخزان واتطلع الفوق والصمام ده أنا لما بفتح الصمام بسمح للزيت بالمرور في اتجاهه ومنه للسطوانة رقم عشر استنى بقى شايف انت المستطيل ده المستطيل ده هو مرسوم بخطوط زهرة بخطوط مستقيمة وهنا مكتوب معمول بشرط هنا بخطوط مستقيمة بشرط سيبك من الخطوط الشرط دي دلوقت احنا حنقول دلوقتي إن المكبس بتاعي بخط مستقيمة هم مكبسين المكبس ده والمكبس ده أنا دلوقتي الزيت حيطلع هنا في مخرج هنا ومخرج هنا الزيت دلوقتي هو بعد ما طلع من الخزان والمضخة والصمام وطلع لفوق حيلاقي مكان يروح له فين حيلاقي مكان يطلع من هنا كده يبقى حيملى الغرفة دي كل لما الغرفة دي تتملى المكبس ده حيتجه ناحية اليمين وهو بيتجه ناحية اليمين الزراع ده حياخد معه العربة ويروح أول ما العربة تبقى متجهة في الاتجاه اليمين ده الكتلة دي دلوقتي حتخبط هنا في الرفعة اللي هي رقم 4 أول ما تخبط فيها يبقى الزراع ده حييجي كده يبقى الرفعة كلها جابت اللي هي مسكة معها ناحية اليمين يبقى المكبس ده حينتقل لهنا والمكبس ده حينتقل لهنا يبقى الزيت كده هو طالع مش حيلقي منفزا للناحية اليمين فهيتحرك هنا الزيت ناحية اليمين يملأ غرفة المكبس من هنا يرتد المكبس ناحية اليسار ياخد مع العربة يبقى الزيت يروح من اليسار ياخد العربة يمين الزيت يطلع من ناحية اليمين ياخد مع العربة ايه يسار يبقى انا دلوقتي بيندفع الزيت من الخزان واحد بفعل المضخة اتنين الى الصمام 3 ومنه الى الاستوان رقم 10 حيث يكون وضع الصمام الاتجاهي المبين بالشكل ده بيسمح بدخول الزيت من الناحية اليسرى فحتتحرك مع العربة وبالتالي حقدر كمان ان انا اعكس الاتجاه يبقى انا دلوقتي حاجة اقول بقى ان الرفع لما هيحصلها استضام عند استضام الفك رقم 7 او 5 بالرفع رقم 4 واللي بتعمل على تغيير وضع الصمام الاتجاهي بقى الرفع دي حتتغير مكان الايه حتتغير مكان المكابس وبالتالي حتغير مكان مرور الزيت طب انا دلوقتي اولاد واحنا شغالين قعدنا نقول ان انا عندي خزان زيت والخزان ده فيه عندي مضخة والمضخة دي حتبدأ تاخد الزيت وتطلعه لفوق طب هي المضخة دي انا لما بشتغل بشتغل بمضخة شكلها ايه في الغالب انا بشتغل بمضخة اسمها المضخة الترسية والمضخة الترسية دي بيبقى عندي ترسين مسننين يعني ومتعشقين مع بعض الترسين دول بيلفوا في اتجاه واحد يبدأ الترسين وهم بيلفوا في اتجاه واحد فانا بدخل لهم الزيت مما كان المدخل ليه؟ بانا ممكن الزيت ده كنت دخلته كده وكان دخل في المصار بتاعه خلاص بس لو كان جبت الزيت ده وحطيته في المصار بتاعه ما كانش هيبقى مضغوط بس انا عايزه مضغوط علشان ضغط الزيت ده هو اللي حيديني حركة يبقى انا كده بنقل او بغير من قدرة هيدروليكية اللي جاي من الزيت الى قدرة ميكانيكية اللي حتديني الضغط على المكبس وتديني حركة ميكانيكية تاني انا عملت ايه؟ هاخد قدرة هيدروليكية احولها القدرة ميكانيكية الكلام ده هيكون ازاي؟ هيكون عن طريق ان انا عندي اسنان التروس طبعا سنة الترس مش متعشقة مع الفراغ في الاخر في مسافة ما بينهم فبنبدأ الترسين قبل ما يحصل التعشيق طبعا الترسين معشقين في المنتصف المكان الفراغ اللي هنا لاحظ المسافة اللي هنا في مسافة ما بين صوابعي وبعضها يبقى ايزا الزيت هيخش من هنا الاسنان هتيجي تعمل كده يبقى الزيت هينضغط في الفراغ اللي ما بين السنة والسنة ويبدأ والسنان بتعمل لفوق الزيت ده بعد اما كان مضغوط اول ما لقى فراغ يهرب منه فهيهرب تحت ضغط يبقى انا دلوقت استخدمت الترسين ان انا اعمل ضغط على الزيت ما بين الاسنان بحيث ان الزيت اللي كان موجود في الخزان لا ده بينسحب وينضغط جوه المضخة وتبدأ المضخة تخرجولي في المصار بتاعه علشان اخد منه حركة ميكانيكية بانا كده استخدمت قدرة هيدروليكية وينقلتها او حولتها وخدت استفدت منها بقدرة ميكانيكية نبص مع بعض كده المضخة الترسية شكلها ايه وبتشتغل ازاي نبص مع بعض كيفية عمل المضخة دي المضخة عندي المضخة هنا طبعا انا عندي مكان لدخول الزيت ومكان لخروج الايه دي خروج الزيت واضح كده بص كده في سهم هنا مرسوم على الترس بيلف التحت والترس ده بيلف الفوق يعني اللي اتنين حيلفوا في اتجاه واحد في المكان اللي داخل منه الزيت يبقى الزيت هنا حيملل حيز الكبير بص كده ما بين الاسنان هنا حيبقى مليان زيت وهنا برضه يبقى مليان زيت اول ما السنة دي تدخل ما بين السنتين يبقى حتضغط الزيت ما بين الاسنان وبالتالي دي لما تلف الزيت المضغوط اول ما يلاقي فراغ حيهرب منه يبقى فيه فتحة للدخول علشان الزيت ينضغط ما بين الاسنان وفتحة للخروج عشان اخد الزيت ده بضغط يبقى انا لو جيت اشرحها حاول بتستخدم في هذه الدائرة مضخة ترسية تتركب من ترسين واحد وحيطوهما اطار زخلوس يبقى فيه اطار حوالين الترس من هنا ومن هنا تمام بحيث ان الاطار ده هو اللي هيحفظ كمية الزيت اللي داخله دون خلوس فعند دوران الترسين يدخل الزيت من الفتحة واحد حيث يملأ الفراغات بين الترسين اللي ما بين الاسنان والاطار ويندفع الزيت نتيجة حركة الترسين للخروج من الفتحة رقم كام من الفتحة رقم اتنين طيب مميزات الطريقة الهايدروليكية ايه انا دلوقتي لما باجه اشتغل بالطريقة الهايدروليكية الزيت ده بيديني ضغط عالي يبقى نمر واحد اللي امكانية الحصول على سرعات مختلفة امكانية الحصول على سرعات ايه على سرعات مختلفة تبعا لفروق الضغط كلما الضغط يبقى عالي يبقى حيديني سرعة كبيرة الضغط حيبقى قليل يبقى حيديني سرعة ايه قليلة نمر اتنين سهولة الاستخدام انا في الزيت في ضغوط الزيت دي حقدر استخدمها بسهولة لان ما عنديش حركات ميكانيكية معقدة نمر ثلاثة عدم حدوث ضوضاء الزيت ده بيتحرك بمكابس يعني مفيش اسنان تروس ولا بكرات ولا سيور حتعمل لي ضوضاء واهتزازات ايوا اهتزازات يبقى رقم 4 عدم حدوث اهتزازات عند حركة العربة وبالتالي امكانية الحصول على جود التشطيب دقيقة طب انا دلوقتي لو جيت اشتغل واشتغلت بالطريقة الهيدروريكية او الطريقة الميكانيكية ايه هي العوامل الواجب مراعتها قبل ما اعمل عملية التجليخ نمرة واحد التأكد من تثبيت الشغلة جيدة واشوف كمان الشغلة هتتحكم في مشوارها ازاي طيب انا دلوقتي لو جيت علشان اعمل عملية تجليخ عملية التجليخ دي اولاد انا مثلا عندي عمود استواني والعمود الاستواني ده عندي حجر تجليخ وحجر التجليخ ده بيلف حوالين نفسه وحيبدأ يعمل هنا عملية تجليخ يبقى نمرة واحد اتأكد ان الشغلة متثبتة جيد ليه؟ لان الشغلة لو ثبتت من طرف بطريقة جيدة ومن الطرف التاني بطريقة غير جيدة ممكن اثناء عملية التجليخ يحصل اهتزاز يبقى انا كده ازيت الشغلة الشغلة هيطلع ابعادها بيضة اخلي بالك ان الشغلة دي ممكن تكون قبل مجيلك في عملية التجليخ اتعمل عليها عمليات كتير زي عمليات خراطة وقشط وتفريز الشغلة دي ممكن تكون تصبت في مسبت فاتكلفت مبارغ وتكلفت وقت يبقى لو تهزت هنا ممكن هي تتشوه يبقى مش هينفع نكمل عليها عملية التشغيل وتبقى فقدت التكلفة اللي انا صرفتها عليها في الاول طب يبقى نمرة واحد ان انا سبت الشغلة جيدة نمرة اتنين ان انا تأكد من المركزية بتاعة الشغلة بتاعتي انها بتلف حوالين محور واحد وانها متوازية مع المحور نمرة ثلاثة ان الشغلة اتأكد ان الحجر حيقدر يجيب الشغلة بكامل طولها مش ان الحجر حيجي عند مكان معين وبسبب التثبيت بظرف او ما بين زنب بطريقة خاطئة انه مش هيقدر ياخد الطول كله يبقى انا دلوقتي العوامل دي لازم اخلي بالي منها او تبقى دي العوامل اللي واجب مراعطها عند عملية التجليخ تعالى كده نكمل مع بعض يبقى انا ما يجب مراعطه قبل اجراء عملية التجليخ نمرة واحد التأكد من تثبيت الشغلة بين زنبتاي الغراب وذلك بالتحكم في ضبط ضغط الياي بتاع الغراب نمرة اتنين ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة